هتخرج من الفيديو ده تسحب بضغطة زر واحدة وأتحداك يا أبو الصحاب في الفيديو ده تقول لي ما عرفتش أسحب أو أسحب أخر لأن بكل بساطة هحل لك مشكلة السحب ولو أنت لسه داخل جديد أو شفت الفيديو جديد يبقى أنت حظك بقى يا صاحب هتخش تكسب فوري وهتسحب فوري طبعا الموقع الوحيد اللي المفروض تسهر عليه 24 ساعة لأن العملة ليها مستقبل كبير جدا العملة جاية تحل محل عملة اي سيريا فزي ما قلت لك المفروض أنك كانت تسهر على الموقع 24 ساعة لحد الآن الموقع بيدفع بشكل مجاني 100% لكل الناس وأنا النهاردة هحل لك كل المشاكل اللي قبلتك وأعتقد مش هتلاقي ولا مشكلة وأتحداك يا أبو الصحاب تقول لي واجهتني مشكلة بعد النهاردة عشان ما تقولش على حضرتك لو عجبك المحتوى مستش تعمل لايك وتعال أشرح لك طريقة التصور النهاردة هتكون مختلفة شوية عشان في حاجات مش بتزهر وإحنا بنصور الشاشة وهتفهم كل حاجة بالتفاصيل اللي يهمك ان انا هحللك المشكلة دلوقتي انت بقى لك أكتر من يومين بتدوس على اسحب الرصيد أنا عارف ان كل وصل للسحب طبعا وبتوصل معاك لحد السحب وبتأخر كتير ممكن تعملها خمس ست مرات عشان تسحب يا أبو الصحاب انت بتيجي تسحب مرحلة للناس الجديدة هشرح لك دلوقتي اهدى علي فطبعا انت عشان بتسحب بيقولك اكد محفظتك وبتأكد محفظتك وانت تعلمت الحاجة دي ولكن في الاسف مش بيوصلك سحب هتحتاج تعملها خمس ست عشرين مرة عشان توصل ده مشكلة المحفظة وهيحللك دلوقتي المشكلة في أقل من خمس دقائق أهم حاجة انك انت تشتغل على الموقع زي ما قلت لك لان الموقع تسهر عليه بديجي انا كل ساعة وتقول له كليم كليم مش معناها ان انت هتسحب عشان في ناس تكتبلي في التعليقات انا دست كليم وما وصلنيش الرسيد كليم او جمع ده احنا بنجمع الرسيد لحد الادنى بيكون نص كطع يعني بتدوس كليم كل ساعة عشان تجمع الرسيد توصل نص كطع تسحب يا بو الصحاب تمام تمام عملنا اللايك بندخل بقى في التقيل يا صاحبي هنفتح دلوقتي الموقع من جديد وهاشرحه كأني هاشرحه من جديد طبعا انا فتح المحفظة فعشان تخرج من الموقع فانت بتدوس هنا كده وبتعمل خروج هتظهر لك صفحه زي كده الرابط في اسفل الفيديو وفي اول تعليق سواء كان للناس الجديدة او للقديمة بتقول له اربط المحفظة فبتدوس عليها كده بيطلع لك المحافظة عندك لو انت جديد خش بميتا ماسك على طول انما لو انت قديم انا بشرح للناس القديم عشان تبقى فاهمة بتقدر تدخل بميتا ماسك على طول بتختار شبكة اربتيوم وبتدوس عليها بالشكل ده وبعد كده بتقول له تأكيد يبقى احنا دوسنا على الموقع وربطنا المحفظة على شبكة اربتيوم لازم يكون عندك محفظة تلوس طويت لو ما عندكش هتلاقي روت في الوصف في اشرح لك ازاي تكون عندك واحدة والافضل اعمل متا ماسك على طول هتجي هنا في الخيارات وتدوس ثلاث شرط وبتختار هنا اجمع مجاني اول حاجة بتاخد الكود وفي ناس لسه لحد الان ما اشتغلت في الموقع بتاخد الكود وبتدوس هنا على تليجرام بيحولك على بوت تليجرام بتدوس كده بيقول لك هات الكود بتاعك يا بصحاب بتدخل الكود وبعد كده بيقول لحضرتك هات اسم تويتر بص ما تكتبش تكتب الاسم على طول زي ما هو موجود اهو هيقبل مني من اول مرة دست مبروك عليك تم قبل الاسم اهم حاجة الاسم يكون زي ما هو موجود في تويتر مش اسمك انت لا المعرف بتاعك المعرف بتاعك بيكون ازاي بيظهر لك ثلاث خيارات اول خيار تابع تويتر وبعد كده بتعمل رجوع ثاني خيار انضم في قناة تليجرام بتنضم في القناة ثالث خيار بتدوس على القناة وبتدوس عليها تفعيل وبتنزل تحت بتقول له شيك او تأكد هيقول لك تم التأكيد بنجاح اهم حاجة تكتب المعرف بتاع تليجرام مش اسمك يعني انت ممكن كاتب اسمك احمد والمعرف اسمه احمد سدتين سبعة هو ده ارجع على الموقع واعمل تحديث للموقع كل حاجة عندك ظهرت بشكل اساسي ولاحظ انا عملتها كلها من مرة واحدة فقط وتتقريبا اربح 7 ميلو قدامك بيبدأ العد هنا وكل ساعة لازم تدخل تعمل تعدين عشان لو ما دخلتش كل ساعة التعدين هيوافع عن حضرتك بالنسبة تزيد السرعة هتدوس هنا وهيقول لك حضرتك اعمل تغريدة على تويتر هتدوس على تغريدة وبعد كده هتجي في الاسفل تقول له تأكيد فيه ناس بتقول لك عملتها اكتر من مرة لانك انت لازم تعيدها مرة كمان قدام حضرتك اوه هعملها بدون قص فيديو ولا اي حاجة وبعد كده هتدوس مرة كمان وحضرتك اوه يعني ممكن تعملها من مرة طين دلوقتي اصبح عندنا سرعة زيادة فهمت الموضوع عامل ازاي؟ فهمنا يا باب الصحاب ندخل بقى يا زميلي في التقيل انت دلوقتي بتصنى كل الساعة وتقول له كلايم اجمع كلايم مش سحب كلايم بتجبع الرسيد ندخل بقى مشكلة ازاي تسحب الرسيد بتاع حضرتك شوف الحد دلوقتي بتلف وما سحبت الرسيد المشكلة من محفظت التورست والد احنا كنا بندوس عليها فيها مشكلة في السحب فاحنا اللي هنعمله دلوقتي ايه؟ هنعمله هناخد الكلمات بتاعة التورست والد وندخل بيها على متا ماسك لو انت عايز تعمل حساب جديد وتخش على متا ماسك مباشر نفيش مشكلة نفس القطوات لو عايز تشتغل بحسابك القديم هقول لحضرتك دلوقتي ازاي تشتغل بحسابك القديم وعلى فكرة انت الحد دلوقتي انسي تعمل لايك يا فصحاب شكرا مقدما على لايك بتاع حضرتك هتعمل حساب في متا ماسك لو ما عندكش محفظة وعايز تعمل وعدة هساب لك برضو الرابط في الفيديو وشارح لك ازاي تعمل وعدة هتفتح المحفظة بالشكل ده وبعد كده هتروح على محفظتك التورست والد شوف في المحفظة اللي انت بتشتغل عليها ايه اي محفظة انت بتشتغل عليها وهتدوس في الاعدادات وهتدوس على بفوق كده اول خيار هيزهر لك المحافظة بتاعتك لو انت محفظة واحدة مفيش اي مشكلة هتدوس على المحفظة بتاعتك وهتدوس خيارات ودوسنا على اول خيار وبعدين في هنا ثلاث شرط جنب المحفظة هتدوس عليهم وهتلاقي هنا خيار بيقولك نسخة احتياطية من محفظتك هتدوس عليها واتدخل البصوردة تاعك وهيظهر لك هنا 12 كلمة بعد ما اتعلم بالشروط والاحكام وتمام طبعا الكلمات ديت محفظة انا مش بشتغل عليها عشان كده زهرت في الكاميرا بالنسبة لتصور الشاشة في الكاميرا العاجات دي مش بتظهر عشان كده صورت لك بكاميرا خارجية هناخد الكلمات ديت نكتبها في ورقة او نكتبها مع بعضنا ونحن تدخلها في ميتا ماسك هتدوس هنا طبعا اعمل حساب جديد ولكن ما تعملش انساء حساب اعمل استرداد حساب يبقى الكلمات ديت هناخدها بالشكل ده سواء كنت نسخة او كتبتها وهتجبها هنا في اول سطر وتحط الكلمات بتاعت حضرتك وبأكدها هتفتح المحفظة بتاعتك في ميتا ماسك او تقدر تعمل حساب جديد عاد ما فيش اي مشكلة وتبدأ من جديد المشكلة كلها في محفظة التورست ولد وتبتبصور دي مرتين وبعد كده بتقول له تأكيد الدخول طيب زي الفل فتحنا محفظة التورست ولد على ميتا ماسك هنعمله تاني عم احمد هنعمل اي صاحب هنغير الشبكة من اي سريم الى شبكة اربيتيوم ازاي هتدوس هنا على فوق هتلاقي احضرتك هنا الشبكة هتلاقي تاني شبكة هتقول له ضيف الشبكة بتاعتي ضيفنا الشبكة وكله تمام مفيش اي مشكلة هتدوس هنا كتغيير الشبكة هتدوس عليها من الاسفل هتتغير معندك من شبكة ارس اي سريم الى شبكة اربيتيوم يبقى احنا بقى نعمل ايه هنروح بها يخصح بناخد الموقع سواء كنا ناخده من اول تعليق او من الوصفة او من كانت تليجرام ونفتح الموقع في محفظة التورست ولد يبقى احنا اللي عملنا ايه نفس الكلام سواء كنت هتعمل حساب في متا ماسك او هتاخد حسابك من التورست ولد وعلمتك ازاي تاخد الحساب وتفتحه في متا ماسك هتدوس هنا على تاخد الرابط وتحطه في المتصفح بتاع متا ماسك وتفتح وبعد كده تقول له ادخل بالرابط بتاعه ما تدوس رابط تورست ولد دوس متا ماسك على طول هتقولك طبعا يا صاحب انت كده فتحت الموقع عندنا انزل بقى في الاسفل واسحب براحتك يا صاحب اقو بص السعب في دقيقة هتدوس هنا كده هيقولك تأكيد تم السحب بنجاح مفيش بقى تأخير ومفيش بقى ما وصلنيش عن محمد ومفيش الكلام ده يابو الصحاب وهنا حتى هربح الاحالات بتدوس عليه بالشكلة ده بيوصل في نفس الدقيقة يبقى انت عرفت المشكلة في هنا المشكلة في محفظة تورست ولد عايز تعمل حساب جديد على متا ماسك وتريح دماغك وتبدأ من جديد ابدأ من جديد براحتك عايز تاخد الحساب بتاعك اللي هو تورست ولد وتفتحه في متا ماسك نفس الكريم علمتك ازاي تاخد الحساب بتاعك وده طبعا اثبات السحب بقى ندلوها اربعة ايام تقريبا مية اربعة وخمسين دولار عشان كده قلت لك الموقع الوحيدة اللي تحتاج انك انت تسهر عليه كل ساعة بتخش تعمل كلايم وتستلم بونس جديد وعندك سرعة بتزودها وانا شرحت لك ازاي تزود السرعة وهقولها تاني كلايم مش سحب كلايم احنا بنجمع الرسيد ازاي بها يا صاحبي تفتح العملة في المحفظة عشان تضيف الرسيد اللي بيظهر لك هتدوس هنا على الثلاث خيارات وهتكتب اسم العملة طبعا فيه ناس بتكتب العملة بتاعة اي سيليم عشان كده هي هي نفس العملة ومش بيلاقوا الرسيد وبيجي في التعليقات ولاع محمد انا ما لقيتش الرسيد هتكتب في البحث هنا ار بي هتلاقيها طبعا اربع خيارات هتختارك عملة اربية يوم اللي مكتوب عليها اربية يوم هتفتحها بالشكل ده وترجح هتلاقي حضرتك الرسيد معلم فمحفظتك دي العملة اللي مفروض تفتحها يا ابو الصحاب